لا نشاهد في العراق عادة اعتماد آلية معينة لتجميع ورفع النفايات بطريقة حديثة ومعتمدة كما نشاهد ذلك في دول أخرى حيث تسهل على عمال البلدية هذا العمل وتختصر الوقت وهذا طبعا بحاجة إلى تطوير الوسائل والإمكانيات والسيراد الآليات الحديثة لذلك في مدينة الكوفة اعتمدت مديرية البلدية هناك اعتمدت الحاويات الجوفية وهي ظاهرة حضارية جديدة معتمدة في دول الجوار وفي دول أخرى متقدمة واعتمدت أخيرا في العراق في مدينة الكوفة حيث وضعت في كورنيش الكوفة بسعات كبيرة وأيضا طالبت البلدية من المواطنين التعاون معهم لإنجاح هذه التجربة وتعميمها في باقي الأماكن والمرافق الخدمية ووضع النفايات في أماكنها المخصصة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر معلسف تعليق آخر من ريفو يقول في تعليق أو رفيف تقول في تعليقه خطوة جيدة لكن المشكلة في المواطنين نفسهم والله العظيم الأكثر وليس الكل يوصخون بطريقة فضيعة لازم تكون حملات توعية لا أكثر تعليق من على فكرة مميزة إن شاء الله تبقى مستمرة بالعمل وشكرا لمن ساهم ونفذ ولكن يبقى أهم شيء ميجون ذولا اللي ماعدهم أي حب ومسؤولية تجاه مدينتهم ويذبون الزبل بصف الحاوية أيضا هناك مداخلة من أحمن حيالاني سافرت تركيا قبل ثمان سنوات شفت عدهم هاي الحاويات ويشيلوها برافعات خاصة هاي هسه وسطني حرامات ليش دائما نوصل متأخرين ناقصنا فلوس لو موارد تعليق آخر من عفرات التوعية عند المواطن أهم من هاي النفايات الجوفية لأنه شن الفائدة إذا يذب لك تشيس الزبالة من الشباك لو بنص الشارع ما عنده أي إحساس المفروض القانون يحاسبهم أيضا تعليق من سلام علي يقول شغل مرتب وحلو نتمنى الاسدامة والحفاظ على هاي الخدمات مو بس تصوير وشهر وكل شيء يخرب لازم تصير ثقافة عامة عند الناس واسلوب عمل لدى البلديات ترجمة نانسي قنقر